أبو إبراهيم يسأل يقول حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف يقول بعض المصلين الآن لما يصل الإمام الوتر ينصرف وبعضهم يجعل الوتر شفعا يقول هل هؤلاء يدركون الأجر الجواب لا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ولذلك حقيقة نلاحظ بعض المصلين وفقنا الله وإياهم لكل خير ممن يرغبون في القيام ويرغبون في زيادة القراءة تجدهم إذا جاء الإمام ليوتر انصرفه فاتهم الأجر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى ينصرف عن الإمام والأمر الثاني ما يسمى بنقض الوتر بعضهم الآن لما يوتر الإمام يقوم يجيب ركعة ينقض الوتر حتى يصلي في البيت هذا أيضا حقيقة غير مشروع وإن قال ذكره بعض الفقهاء لكن غير مشروع ولذلك إخواني وأخواتي بارك الله في الجميع طبعا الآن النساء ما يصلون في المسجد بالنسبة للخطاب للرجال عندنا طبعا في منطقتنا قيامك مع الإمام نصف ساعة كقيام ليلة كاملة قيامك مع الإمام نصف ساعة مثل قيام ليلة كأنك قمت الليلة كله ولله الحمد فاحرصوا على أن لا تنصرفوا إلا مع الإمام يعني أنت الآن صليت نصف ساعة ورجعت البيتك أكلت أنت كأنك قائم تأكل وتشرب وتتحدث مع أهلك وتنام وعداد الحسنات يشتغلك ولله الحمد والمن هذا فضل من الله عز وجل